السلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم والله العظيم وحشتوني كتير 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 ومعلش هو كان اربع ايام انا غيبت عن حضراتكم فيها لانها كانت ايام صعبة ولكن كانت ضرورية وكان غيابي كان غصب عني وحاولت بقدر المستطاع والضغط على اني ان شاء الله اطلع معاكم على طول باذن الله مفيش يعني خلاص غياب تاني وان شاء الله يا رب اكون عند حسن ظنكم وبعتذر ان كنت اخرت او غيبت عنكم كده ولكن كانت فعلا ضرورة كسوة خلينا نقول كده ان في الخلال الفترة اللي فاتت انا مش هتكلم عنها انا هتكلم على النهاردة والاحداث وتطورات اللي حصلة النهاردة بس اسمحوا لي ان هو مش هيبقى فيديوهين لكن من بكرة هيبقى ان شاء الله فيديوهين فالنهاردة عايز اقول لحضراتكم على ما يحدث النهاردة في ما بين اول حاجة بلدي مصر وما يحدث من اسيوبيا والحقيقة ان مصر كانت نما عملت الاتفاقية ومذكرة التفاهم في سنة 2015 على ان المفروض يبقى الموضوع ماشي بتوافق وماشي بالسياسة الاحدية اللي ماشي بيها اسيوبيا ولكن جي ابي احمد واضح قوي ان هو اتغرف نفسه بشكل زيد عن اللازم وواضح ان الاسيوبيا فاكرين نفسهم فعلا ان هما يعني ايه ولكن حضراتكم عارفين ان في قوات مصرية راحت بالفعل في الصومال النهاردة مصر قدمت احتجاج رسمي جملة وتفصيلا على الكلام بتاع ابي احمد وهو ان هما يقفلوا المحبس بتاع سرد النهاردة ويطاعوا عنها المياه علشان الملء الخامس بتاعهم فبالتالي مصر النهاردة ايدت الكلام ده وايدت اعتراضها جملة وتفصيلا في مجلس الامن ووضحت انها من حقها الدفاع عن حقوقها بكافة الطرق ولما بنقول ان مصر من حقها الدفاع عن حقوقها بكافة الطرق واعتقد واضح جدا ان ذهاب الجيش المصري الى اسيوبيا ده بيعتبر نوع من انواع الرضع نيجي الحاجة التانية وهي ما يحدث في غزة النهاردة النهاردة حضركم عارفين ما حدث من مقتل ستة فلسطينيين كانوا اسراء او رهائن في احد الانفاق في غزة حسب الرواية الاسرائيلية بتقول والله لا ده هما كانوا محتجزين وتم مقتنهم قبل الوصول اليهم وحماس عملت فعل شانيع وانهم اتنوا اسراء ولكن عندنا لما نيجي نعقل الكلام حنلاقي ان انا لا استبعد ابدا ان الجيش الاسرائيلي نتيجة بصوا يعني نتيجة مباشرة بشكل مباشر يعني غير مباشر ان الجيش الاسرائيلي قتلكم بشكل غير مباشر نتيجة ضرب اطلاق النار وضرب النار ما بين اسرائيل وما بين حماس حصل ان ضرب النار الاسرائيلي ضرب مموت في الستة الاسرائيلية وممكن بشكل مباشر ان نتنياهو انا قلت لحضراتكم مرارا متكرارا انه هو حيعطل ما يحدث وحيعطل تماما الهدنة والمحادثات بل ان اليهر ده اللي بيحصل في الضفة الغربية على حضراتكم شايفين عايزين يحولوا الضفة الغربية الى غزة اخرى بصوا بصحيح الوبارة حكومة بن يمين نتنياهو مش عايزة اي فلسطيني موجود في الاراضي الفلسطينية المحتلة نهائيا لا سواء كدع غزة ولا سواء في الضفة الغربية وهم عايزين ينهو على الموضوع ده تماما وحضراتكم الامريكان حيفضلوا دايما على وفاق مع نتنياهو وعمرهم حيرفضوا له افدا نيجي بقى على ما يحدث في روسيا وهي الفرخة الكبيرة بتاعتنا وهي اللي بعنوان الفيديو النهاردة حضراتكم عارفين ان من كم يوم من يومين بالزبط تم اسقاط طائرة اف ستاشر وجم الامريكان قالوا الاوكران لا ده اصلا هو عيب طيار يا سلام عيب طيار اه والله انا بنشوف عجائب وبنشوف الحجرك النهاردة قلت لكم هتبقى فضحتهم بجلاجل لما تمت اسقاط الطائرة الاف ستاشر الامريكية هم اصلا كل اللي جالهم يعني هم كانوا واحدة وعموا النهاردة اوكرانيا عملت واحدة من ادبر الهجمات بالطائرات المسيارة على روسيا على الاطلاق مية تمانية وخمسين طائرة مسيارة بهجوم على روسيا اغلامهم على بلجرود وعلى كورسك ومنهم اربع طائرات كانوا رايحين على موسكو عايزين يدرامبوا في موسكو ولكن المية تمانية وخمسين تم اعتراضهم ولكن يجوز ان اللي تم ارساله او تم استهداف باوكرانيا لروسيا اكتر من مية تمانية وخمسين ولكن النهاردة روسيا اسقطت مية تمانية وخمسين طائرة انا حضراتكم لما حد يقولي ان الروس اسقطوا وسلا تسعين في المية من الطائرات المسيارة الاوكرانية اسدقها ليه لان روسيا شطرة في الحرب الالكترونية وسائل الدفاع الجوي ضد المسيارات ومختلف الوسائل ولكن الاوكران ما اسدقش لان الاوكران دائما بيقولوا ايه روسيا هجمت علينا بمية طيارة اسقطت منهم تسعة وتسعين طيارة محدش بيقولي الكلام داعبدا هم ما عندوهم الاوكران كذا مرحبا وماذا هناك؟ المرحلة لا تنهي هل تساعدني؟ ماذا تفعل؟ انت لا تساعد. انت تفعل الارض هنا. انت تفعل. اليوم في كوريسك الموضوع واضح قوي انه هو كمان روسيا سيبا الفخ يكمل. يعني اوكرانيا هجمت على كوريسك. الدفاعات الاوكرانية النهاردة حضراتكم متعرفوش اوكرانيا عمالة بتسقط وبتقع ازاي. خلينا نبص على الخبر ده. ادي حضراتكم الخبر ان هي اوكرانيا وقعة في فخ كوريسك. وبيتكلموا على ان روسيا بتتقدم داخل الاراضي الاوكرانية باكتساح في الجبهة الشرعية لاوكرانيا. وخلاص فاضل بضعة كيلو مترات على اهم مدينة هتسقط على يد الروس من اول الحرب دي. وهي بيكروفيسك. ليه؟ لان بيكروفيسك ما هيش جايز بقى حضراتكم متسمعش انها مدينة كبيرة كان ممكن بيسكن فيها مئة الف شخص. ولكن بيكروفيسك فيها خطوط امداد غير عادية. يعني محطات السكة الحديد وخطوط امداد السكة الحديد العسكرية. اللي بتروح على الجبهة الشرعية بتطلع اساسا من بيكروفيسك. فالنهاردة بيكروفيسك دي لما تسقط هتعتبر مركز لوجستي وحيوي مهم جدا جدا. بل ان بعض الخبراء العسكريين بيقولوا ان سقوط بيكروفيسك. حيعني بالنسبة للاوكراني ضمار ونهاية المواجهة او خطوط الجبهة والدفاعات الاوكرانية كاملة. فالنهاردة بيكروفيسك بتقع بسرعة كبيرة الجيش الاوكراني عمال بيحاول ان هو يصد ولكن بيتراجع. الجيش الروسي بيتقدم. حسب الخبراء الامريكان ان روسيا معززها الهجوم على بيكروفيسك بمجموعة من الجنود الروس اللي هما تم تدربهم على اعلى مستوى. وعددهم 30 الف مقاطر روسي بامدادات وتعزيزات كبيرة جدا. ولكن مش هنقدر ننكر ان الطائرات طبعا الطيران الروسي بيساهم بشكل كبير. القنابل المجنحة والقنابل الموجهة وغير الموجهة وقنابل فاب اللي بقت عاملة كابوس بالنسبة للاوكران. لان القنبلة الفاب 300 لما بتنزل على اي موقع محصن بتجيبه لو هو تخت الارض بتقفل عليه تماما. فده عامل وجع دماغ. النهاردة في مجموعة من الخبراء العسكريين الاوكران موجودين في امريكا علشان ياخدوا التعليمات والاوامر. فالنهاردة زيلينيسكي بيطلب من امريكا ان هو عاوز يضرب بالاسلحة الامريكية في العمق الروسي. وبيقول ان احنا لازم نضرب المطارات العسكرية الروسية اللي هي بتضرب علينا القنابل. فمعنى كده انا مش هقول لحضراتكم بقى تصعيد ان احنا اصل في قمة التصعيد. يعني ما فيش تصعيد اكتر من كده. طب قال الروس هيفضلوا واقفين متكتفين. انا ما بقيتش عارف بالصراحة. احنا شايفين النهاردة كورسك لغد الوقت ما تمش تحريرها. انا معاك ان الروس واضح ان هم جارين رجل الاوكران مع العلم. ان خسائر الجيش الاوكراني النهاردة داخل كورسك. بتدعندت 8000 جنبي اوكراني داخل الاراضي الروسية. وبالرغم من كده لزلزل ينسكي اعمال بيعاند وعايز يثبت لنفسه ان هو عامل كمفلاشه عامل وعامل. ولكن النهاردة هل امريكان حيوافوا ان هم يدوا ضوء الاخضر لاوكرانيا. بصوا احنا مش هقولك انا بضرب بالودع ولا ان انا الخبير العسكري. خلينا نشوف الماضي كان ايه. كان الموضوع بالتدارك. لا اه السلاح ده ماشي في المكان ده. فانا توقعي ان الامريكان حيضوا الضوء الاخضر. بالفعل الى زلينسكي في البداية. هيقولولو زلينسكي والله ممكن تضرب في المواقع العسكرية واحد واثنين وتلاتة مش اكتر. اه ما الامريكان عايزين يقولوا للروس بصوا احنا قلبنا عليكم. احنا مش عايزين زلينسكي الوديل ها? بلقاش بقى زلينسكي بتبقاش كده طايش كده ها? ما عيب عليك. قاط قاط. فقدان ده الامريكان عايزين يعملوه. عايزين يبينو يعني لأ. ان الامريكان حيضوا الضوء الاخضر. والموضوع هيجي بتضرج. هيقول له زلينسكي احنا بنحدد لك واحد اتنون وتلاتة. بعد كده اضرب في المفتوح. اضرب في المالياء. والعلم حضراتكم التوتر في كمة زرويته. بسبب ان النهاردة روسيا كمان وضحت ان امريكا ليها دور بشكل مباشر ورئيسي في التدخل داخل كورسك. واضحة وضوح الشمس. النهاردة الكريملين بيعلنها رسميا. فاذا عندنا حضراتكم لما نشوف. ان روسيا بتحرص تقدم غير عادي داخل الاراضي الاوكرانية. معاك ان الاوكراني بيهدموا. ومعاك ان هم واخدين كورسك. ولكن النتيجة ايه. هل بدخولهم في كورسك استحوزوا على حاجة استراتيجية. هل استحوزوا على حاجة حيوية. ولكن ده ما يمنعش ان ده خزي برضو كبير للروس. على ان هم يسيقوا الاوكراني يستحوزوا على الاراضي طول المدة دي. ولكن يجوز ان هناك شيئا في نفس يعقوب. خلينا نشوف ان شاء الله بكرة مزيد من المفاجآت. بابطر من فيديو ان شاء الله يوميا. بشكركم جدا جدا. وان شاء الله هنلتقي دايما وحشتوني مرة تانية. شكرا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو. السلام عليكم. اشتركوا في القناة